مرحبا بكم معاكم انا السلطان في حلقة جديدة من حلقات حكايات من الولايات لا زالت الحرب الشن الشعواء واستمرة على الهجرة الغير شرعية وخصوصا من ولايات الجنوب اللي متضررة من تدفق الملايين بيخشوا على الولاية ففي ولايات مش قادرة تستحمل بيقول كثير ملايين بيخشوا عندنا بياخدوا الرسورس بتاعتنا بيعودوا في الاراضي بتاعتنا بيلوعيوا بيروحوا المستشفيات يدخلوا ولادهم المدارس يروحوا ياخدوا البرامج المساعدات الأكل الشرب الإقامة كل ده الولاية بدأت عشانها تفتح ملده ففي بعض الولايات طلعت قوانين علشان تخلي الحياة صعبة على المهاجرين غير الشرعين او الناس اللي معندهمش اوراق وانا كنت عملت فيديو قبل كده ارجعو له على القناة من اسبوعين كان بيتكلم عن ولاية زي اوكلهوما وتكساس النهاردة بقى بنتكلم على ولاية جديدة اللي هي ولاية اريزونا والحياة الولاية دي مشهورة جدا انها بتطلع القوانين اللي بتعمل بلبلة مش بس بتخوف الناس اللي جوه الولاية لكن كمان اي حد ما عندهوش أوراق برا الولاية بيتدايق بيخاف لان القانون ده لو عد في الولاية والمحكبة الدستورية اقرته ان هو مش مخالف للدستور فمعنى كده ان ولايات اخرى ممكن تنفذوا عندها وطبعا على اقل كل الولايات الريبوبليكنز اللي بيحكمها الريبوبليكنز هينفذوا مثل هذا القانون وفيه بعض الولايات الديموكراتس هتنفذ القانون ده فحيخلي الحياة صعبة جدا عن الناس اللي معانهاش أوراق طب الناس معانهاش أوراق هتعمل ايه؟ تقوم تهاجر تاخد حاجاتها وتنقل وتروح للولايات اللي بتحمي المهاجرين غير الشرعيين فيحصل ان الولايات التانية دي متقدرش جالها بقى ايه تضفق هنتكلم في مئات الالاف ان ما كانش ملايين طب هيعملوا ايه الولايات دي ما برضو هتعاني فالدنيا كلها بتختل بين هذا الموضوع فطبعا القناة بتاعتها لانها بتجيب لك الاخبار دي كلها شكرا للناس اللي بتتابعوا القناة عشان كده اشترك في القناة وشير الفيديو لان القناة دي بتجيب لك كل الاخبار اللي يتهمك وتهموا أسرتك ولاية اريزونا بقى زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده الاعداد الغافيرة اللي انتوا شايفينها دي عدت من حدود الولاية في اواخر مايو اول يونيا فجي الهاوس بتاع الولاية او الهيئة التشرعية بتاعت ولاية اريزونا وعدوا قانون اسمه HR 2060 القانون ده حيدية الحياة تماما على الهجرة غير الشرعية لو القانون ده عدى هيتنفس في الولاية زي ما قلت لكم هيعدي ازاي الهاوس الهيئة التشرعية قالوا ان احنا هنحط القانون ده على البلد بتاعة نوفمبر تعرفين شهر نوفمبر الجاي انتخابات الرئاسية فبيجي لك البلد فيها اسامي الرؤساء اللي انت هتنتخبهم من انت عايز ويبقى رئيس وكمان كل ولاية بتحط عليه كمان قوانين عشان تعدي فهتيج ولاية اريزونا لو انت من سكان اريزونا هيجي لك البلد فيها اسامي الرؤساء وحتلاقي الصفحة الاخيرة كده فيها قوانين من ضمنها هذا القانون هو HR 2060 عشان توافق عليه لو اهاجي اريزونا وفقوا على هذا القانون قالوا ايوه يطبق ايوه يطبق في الولاية ويبقى ساري القانون ده بيقول ان الولاية هتعمل حاجة اسمها E-verification يعني هتعمل عندهم database كده انت بتدخل اسمك عليها والولاية بتبص على ال status بتاعك الوضع القانوني بتاعك تتحقق ان البيانات بتاعتك سليمة ان الاوضاع اللي انت ذكرتها فيه عندك سليمة وان الطلابات اللي انت مقدمها سليمة لو عدى من E-verification هتعدي من كل حاجة تانية فالقانون فيه تلات بنود البند الاولاني بيقولك ان اي welfare programs اي برامض مساعدة بتقدمها الولاية لازم تعدي على E-verification ده يتأكده من هويتك ومن وضعك القانوني ومن احوالك الاجتماعية عن طريق E-verification لو حصل وكانت القانونين البيانات اللي انت ذكرتها مش مطابقة للي عندهم في الولاية هيتهموك ويجرمو يعني يعليك عقوبة ان انت ذورت في اوراق رسمية رقم اتنين القانوني التاني بيقولك ان اي واحد عايز يشتغل في الولاية عايز يشتغل عامل عايز يشتغل مدارع عايز يشتغل مهندس اي حد يشتغل في الولاية صاحب العمل لازم يحط بيانات الشخص اللي حيشغله عند يعمل E-verification يروح يطبقه بالبيانات اللي عند الولاية ولو عد من عند الداتابيس يعني الداتابيس قالت ايوه المعلومات دي صحيحة تقدر ان انت تشغلك فيما عدا كده مش هيقدر صاحب العمل ان هو يشغلك فهيضايق عليك الشغل ويضايق عليك برامج المساعدات ورقم تلاتة ان الشرطة سواء كانت شرطة الولاية او شرطة المدينة تقدر توقف الناس وتسألهم عن الاوراق بتاعته قانون زي ده رقم تلاتة ده بالذات اكتر حاجة كانت مرعبة حصل سنة 2010 زمان طرع مثل هذا القانون وكان رعب الناس كانوا مسامينه كان القانون ده بيقول يعني اسمه وريني اوراقك اي بريس اي شرطة ممكن يوقفك سواء كان شرطة طبع الولاية او طبع المدينة اللي انت فيها يقدر يوقف اي واحد ويقوله وريني الاوراق بتاعتك طبعا كانوا بيوقفوا مين اكتر ناس كانوا بيوقفوا الناس المكسيكان او اللاتين امريكانز يعني ثماتهم اللاتين امريكانز او بيتكلموا لغة الاسباني بس فكانوا دول بقى بيتعرضوا ل ايه اسمها ريشيا البروفايلينج هو ايه التمييض العنصري ضدهم فالناس دي كانت بتقولك احنا ساعتها مكناش قادرين نخرج من بيوتنا مش قادرين نبعد ولادنا المدارس مش قادرين نروح اشتري حاجة من اللي ستور ما انا ممكن انزل من بيتي اروح بس للدستور لجنب البيت وقفني شرطة يفقاني فين اوراقك وبعد كده ترحيل بقى وعقوبة وسجن وحاجات زي كده فالقانون ده وقف لان كان ضد الدستور الامريكي قانون بقى اللي معمول النازل الجديد ده ما فيوش حتة توريني اوراقك هو بيقولك ان هو هيقبض على الناس اللي هعملوا حاجة يخلي الرجل الشرطة يشك فيهم وسبوها عيمة كده اللي هو يعني يعني عمل ايه عشان تخليه تشك فيك ايه الجا سبوها عيمة كده طبعا فيه معارضة كتيرة جدا ضد هذا القانون نزل الناس عشان تحتاج عليها فيه ناس في البرلمان بخصوها الديموكرات قالوا احنا مش موافقين على هذا القانون الحقيقة القانون ده اللي عدى من الهاوس كل اللي صوتوا عليه كانوا ريبوبليكنز وكل اللي قالوا عليه لأ كانوا ديموكرات هم الديموكرات والريبوبليكنز جوه الولاية العدد بتاعهم زي بعض بالظبط يعني فيه 31 واحد من الريبوبليكنز و29 واحد ديموكرات ال31 هم اللي عدوا وال29 هم اللي عدوا فالقانون ده بقى فيه معارضة كتير وبرضو المنظمات الحقوقية قالت احنا حنرفع قضية عشان نوقف هذا القانون لانه هو بيعمل ايه ده فيه تمييز عنصري وحيبقى ضد الدستور الامريكي فإلى أن يحدث ده القانون ده لغاية الوقت هتحط على البلوت بتاعة الولاية في شهر يونيا اللي جاي شهر نوفمبر اللي جاي هل انتوا شايفين ان مثل هذه القوانين فعلا ممكن تساعد انها تحجم من وجود المهاجرين غير الشرعيين انهم يضيقوا عليهم في الشغل يضيقوا عليهم في المساعدات يضيقوا عليهم في الحياة وفي المشي في الشارع حيساعد فعلا الولاد دي ولا دي هتبقى كلها زي ما فيه ناس بتعترض بتقول ان دي بيحط بيخلي رجال الشرطة يعني بيدفعوا فلوس كتير جدا يعني لغاية دلوقتي بيقولوا القانون بتاعة 2010 ده هلأ الحكومة تدفع حكومة الولاد قالي زورة تدفع 300 مليون دولار ولا زال الغاية دلوقتي بيفددوا في الفواتير بتاعتها لغاية الآن فبيقولوا وبيخلوا رجال الشرطة بدل ما يهتموا انهم يوقفوا الجريمة بيهتموا انهم يجروا ورا الناس اللي مش معاها اولاء فانتو شايفين ان القانون زي كده فاعد فعلا ولا القانون حيدر بالولاية ويدر بخلوا رجال الشرطة تنصرف عن الشغل الحقيقي بتاحهم حيب بسمع رأيكم في التعليقات شكرا لكم شكرا لمتابعتكم كان معاك رانيا سلطان وزي حكايات من الولاية